نعمل إيه كده في خطوات سريعة؟ نعمل إيه علشان أولادنا يبقوا بيقولوا الصدق رقم واحد كن قدوة ما تقوليش أن أنت يعني أستكنتك بير وأحياناً الموقف بيتخليك تجدب وأحياناً الموقف بيخليك تقول كلام مش حقيقي وبعدين تيجي تطلب من ابنك أنه هو بعد كده يقول الحقيقة خليك قدوة لاحظ كل تصرف أنت بتعمله مع أولادك لاحظ كمان الوعود اللي أنت بتعملها لأولادك والوعود هنا بتشمل حاجتين سواء أن أنت كنت هتجيب له حاجة أو أن أنت هتعجبه بحاجة يعني أنت ممكن تقولي إيه أنا قلت له أن أنا هشيل موبايل وما شلتهش ما أنت كده فقط شخصيتك معاه أنت كده فقط كلامك أن أنت مش صادق أنت بتقول حاجة ومش بتنفذها فخلينا نتعود أن احنا يكون كلامنا صادق يكون كلامي نعم نعم لا لا مع أولادي وبالتالي هم هيتعودوا على ده أتنين الحاجة التانية زي ما أنا قلت من شوية عدم نعطي الطفل بأي سفات سلبية زي كداب زي منافق زي أن أنت ما بتقولش غير الكدب أنت طول عمرك كداب أنت هتفضل على طول كداب كل كلام ده أو الأسئلة الضمنية التي تحمل جواها أن هو كداب هتخليه كداب ما تتوقعش أن أنت هتقوله كلمة الكدب وهو مش هيكدب فما ننعادش ولادنا بصفات سلبية من الحاجات المهمة جدا أن أنت تشوف الدنيا من عينين ولادك إحنا بنقع في المشكلة دي كتير إحنا كأباء وأمهات بنبقى متخيلين أننا لما أعد مع ابني وحكيله عن الحياة وهو الطفل ده عنده 11 سنة أو 12 سنة أو حتى 18 سنة وحكيله عن الحياة وحكيله عن المشاكل وحكيله عن مشاكل للبيت أن هو هيستوعب ده وهيستجيب وهيبقى متعاون معايا أنت بتشايله هم بدري وفي النهاية هو طفل عايز يلعب ويكتشف الحياة ويعيش ويبقى مبسوط فأنا عايزك تشوف العالم من خلال عينين ابنك بنتي عندها 8 سنين 9 سنين هي أهم حاجة بالنسبة لها عايزة تعملين عايزة تلعب عايزة تستمتع بوقتها عايزة تستمتع مع بابا وماما عايزة تشاركهم فده أهم حاجة بالنسبة له هو عايز يكتشف إيه اللي موجود في الدرج إيه اللي موجود في المطبخ هو عايزك تجيله عشان يتكلم معك شوية أو تلعب معاه دي حياة الأطفال فأنا لما شوف العالم من عينين أولادي أخش تحت جلدهم كده وحس بيهم مش هيتطروا بعد كده أن هما ييجوا يكذبوا علي لأن أنا هبقى هادي وأنا بتعامل معي ودي الخطوة اللي بعد كده لما تكتشف أن ابنك عمل مشكلة وإنت عارف أن هو عامل المشكلة ما تحطوش في خانت اليك زي ما بيقولوا كده يعني اللي هي أن أنت زنقته فأنت تقعد تستجوبه وتقعد تسأله وكأنك قاعد محقق معاه وقاعد أنت في النيابة وأنت عملت تسأله طب ما هو طبيعي هو هيعمل إيه؟ هيخاف منك طبيعي هو مش هيقولك الحقيقة وبعدين لما قالك أحياناً الكدب هو نجي هو يعني الدنيا مشت ومعاملش الحاجات دي وحصل على اللي هو عايزه أنا ليه أوصل أولادي لحاجة زي كده؟ فلما نيجي نتعامل مع المواقف اللي أنا عارف أن ابني بيجذب فيها ما سألهوش سؤال أنا عارف أن فيه احتمال أن هو يجذب يبقى أنا حطيت ابني في حتة خليته يجذب وبعد كده أقول له لا أنا عارفة وأنت بتجذب طب أنت بتعمل ليه كده؟ أنت بتعمل ليه كده مع أولادك فإحنا محتاجين أن إحنا نكون هاديين وما نحطش أولادنا في حتة يخليهم في النهاية يضطروا أن هما يجذبوا الهدوء معناها أن أحياناً المواقف مش أحياناً هو غالباً في كل المواقف والسلوكيات السلبية مع أولادنا إحنا محتاجين زي ما أنا قلت كده نخش جوه القوضة دقيقتين كده نقف قدام المراية نشوف نفسنا كده وبعدين نطلع نتعامل نشوف أنا عايز إيه؟ عايز أوصل إلي أولادي وبعدين نطلع نتعامل وفي مواقف كتير جداً ما بتتحلش في وقتها ابني جاي بيحكي لي على تفاصيل حصلت معاه في النادي وأنا متدايق ومتغاز وحايز أرد ما تردش اسمع علشان تعوده أنه هو ييجي يقولك ما تعلقش وبعدين نشوف بعد كده إحنا هنتصرف إزاي مع الموقف لما أكون أنا هادي وإقدر تفكر إزاي هوصل المعلومة لإبني كمان من ضمن الحاجات المهمة جداً إن إحنا معدم الصراخ أو العقاب أو التقنيب عند قول الحقيقة اوعى تقول لإبنك أو عيدك أنا مش أعمل لك حاجة وبعد ما يقول لك اللي إنت كنت عايز تسمعه تنزل بقى طلطيش أو ضرب أو زعيق أو تقنيب ضمير خلاص هو كده مش هيجي يقولك تاني آخر حاجة من ضمن الحاجات اللي إحنا محتاجين إن إحنا نعملها هي إن إحنا نقوله القصص القصص اللي ممكن تساعده على إنه هو يعرف قيمة الصدق إن إحنا بنحكي له قصص من التراث من الدين من التاريخ نعرفه قيمة الصدق إن الصدق في النهاية هو اللي بينجي وخلي بالك كده من الجملة دي ودائما تعلمها لولادك قل له إن الصدق يجعل المشكلة جزء من الماضي أما الكدب فبيجعل المشكلة جزء من المستقبك لأن إنت لما هتقولي الحقيقة خلاص أنا سامحتك ونتعلم منها ونشوف إحنا مش هنعمل كده تاني إزاي لكن لو ما قلت ليش الحقيقة منصير الحقيقة دي أنا هكتشفها وساعتها العقاب هيبقى أكتر